هل ممكن الآن بما أنهم كيرون فقط في الحلقة وعلى ما أعتقده في الجهاز التنفسي فقط لا يصل إلى رئة بنا هل ممكن أن أفرق بينه وبين الفيروس؟ لا تستطيع فقط التسلسل الجيمي لأن الفيروس مع عذرنا دكتور عمقاط لأن الفيروس الأصلي هو على الرئة وطبعا هي الفيروسات التنفسية عامة تؤدي إلى الالتهاب الرئوي لكن لا نستطيع التفريق الآن خصوصا في وجود فصل الشتاء تكتر جميع الفيروسات التنفسية فلا تستطيع التفريق بين الإنفلونزا، الأوميكرون، الدلتا فقط الشيء الوحيد الذي نستطيع التفريق فيه هو المسحة البي سي آر هي التي تستطيع التفريق بين وجود الكوفيد الكورونا ولا عدم وجوده طب الأفضل دكتور عمقاط دكتور عمقاط أحد المصابين هل أبادل بالمسحة على طوب نفس الوقت أم أخذ يومين أو ثلاث أيام؟ إذا كان الشخص محصا لا يستدعي الوضع أن تأخذ المسحة حتى ظهور الأعراض ولكن النصيحة التي توجه إلى العامة عندما تكون مخالط لحالة مصابة مؤكدة من الأفضل أن تكون ملتزم بلبس الكمامة جميع الأوقات في أماكن عامة ومفتوحة وداخل حتى المنزل خصوصا وعدم مقاربة كبار السن عدم المصافحة لأن فترة الحضانة تمتد إلى 14 يوم فممكن أنت في اليوم الأول ما تظهر عليك أعراض ويمكن في اليوم الثلاث تظهر عليك أعراض هذا كله ممكن أن الشخص يظهر عليه أعراض وممكن أن أنت بعدين تكون حامل أو ناقل للفيروس بدون ما تظهر عليك أعراض لذا هذه الفترة دائما فترة الحضانة هي الفترة اللي دائما نشدد عليها المخالطين يعني أن أنت ما تستهين فيها خصوصا أن أنت بتخلط أطفال كبار سن الأشخاص في العمل فالشخص خلاص يكون ملتزم بالكمامة طوال الوقت مع التعقيم والتباعد الاجتماعي